اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الطالبة المقيدة بالسنة التمهيدية بدرجة الدكتوراه في التربية باسم علم النفس التربوي بموافقة مكلس الكلية في 31-07-2017 والجامعة في 26-09-2017 اكتازت الطالبة السنة التمهيدية لدرجة الدكتوراه في التربية بتقدير عام ممتاز للعام الجميعي 17-18 الدرجة التي تقدمت اليها الطالبة دكتور الفلسفة في التربية باسم علم النفس التربوي موضوع الرسالة اثر برنامج قائم على استراتيجية سكامبر لتفكير في فعالية الزاك الإبداعية والتفكير التخيولي لدى المهموبين بالمرضة الابتدائية تاريخ التسجيل في الكلية 11-03-2019 في الجامعة 7-04-2019 تحت اشراف الأساتذة أستاذ دكتور مونة حسن السيد بدوي أستاذ دكتور أماني سعيدة سيد إبراهيم لجنة المناقشة أستاذ دكتور مونة حسن أستاذ متفرد بقسم علم النفس التربوي بالكلية مشرفة مرعيسة أستاذ دكتور أماني سعيدة سيد أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بالكلية مشرفة وعضوا ميسة فاضل أستاذ علم النفس التربوي المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عضوا أستاذ دكتور أسماء توفيق مونة أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوي بالكلية عضوا تاريخ المناقشة يوم الأربعاء الموافق 21-08-2024 الحالية عشر صباحة من قاعد أستاذ دكتور عبد الفتاح جلال ده بالنسبة لبيانة حالة قلبة اللي لازم نلقيه وقبل ما ندخل في معمعة المناقشة أنا أحب يعني أرحب أولاً بأستاذتي الأستاذ الدكتورة مونة حسن وأستاذتي الدكتورة أماني سعيدة وتعلمنا على قديمه كثير لأننا بنت الكلية هنا وانخرج من تحت قديمه وحببتي وزملتي الجميلة أستاذ الدكتور أسماء مبروك فكل الترشيف وكل الشكر لحضراتكم على وجود بيتكم وده شيء يشرفني مسعيدني دايماً كما تقدم بالشكر في إطار المناقشة بقى لجميع السادة الحضور اللي ما شاء الله كده مشوش جميلة مشرفانا ومنورانا يا رب بنشكركم على مجيوكو على إدعادكو وإن شاء الله ما نستطيعش المغفو يعني وتبقى مناقشة جميلة لأن بربط الحقيقة شغلها جميل لأن أساتذتها الناس جميلة ومتمكنة فأتقدم بالشكر والترخيم للأستاذ أشرف أبو غليل وكيل مزارة الثقافة شاعر ومسرحي وللأستاذ سعيد الصاوي شاعر وللأستاذ محمد الشازلي شاعر يعني ما شاء الله شعرة المهاردة منوارنا وده شيء يسعيدني أنا شخصية لأن أنا بالأساس لغو عربية شعرة ومدرسين ما شاء الله يعني وموارين وموارين الدنيا طبعا هم أعضاء اتحاد الكتاب يعني ده شيء يشرفنا جدا بين جنران الجامعة يعني شرفنا وجودكم الأستاذ عوض الأسوان شاعر الأستاذ محمد ياسلم الكاشف شاعر رباب الجورية شاعرة دكتور عربة أحمد حسن من جامعة الأزهر الأستاذ المناهج شرف لنا موجود حضرتك الأستاذ أحمد مغربي شاعر الأستاذ أحمد عصان شاعر مع الحقيقة كوكبة ولكيف من الأستاذة بالمدرسة اللي موجودة فيها مربط وده شيء كورد وشرفنا وجودهم معانا وكل الترحيق للأهل وأصدقاء وأحباب الباحثة من الشعراء والكتاب والمعلمين اللي هما فوق رأسنا يعني الحقيقة وكل الشكر الضحيف لكم جميعا إن شاء الله يبقى يوم جميل وموافق معانا بقاش تؤال على قلبهم إن شاء الله شكرا طبعا نوائل بسيطة نرحم وصلتنا بكتورة مايسة أستاذ الدكتورة مايسة عم سلم أستاذ النفس التربوي ووكيل الأستقلي أمدارة التربية وقعيم دكتورة مايسة عم كبير من أعجاب العلم النفس التربوي في مصر وفي الوطن العربي يمكن أكيد حضرتك تسمع صوتها في إذاعة القرآن الكثير لها بالنسبة وخصص أيضا لها إسهامات كثيرة في تطبير المجتمع المصري فكل شكرا دكتورا على التشييف حضرتك لينا في الجمع مراتي وتحترتينا وإحنا فرصة أيضا وإحنا نلتقي بحضرتك ويبقى فوصة جميلة وإحنا نلتقي بشعراء مصر يعني عدم النفس مش بيتخلط عن الشعر وإذا كان الشعر ياتي يتطقي حتى يتطقي حتى أطلق تجربة طبق تدقي حتى أطلق تدريد وتجربة تجربة 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 جميع